قال محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن منطقة العسال بالقاهرة مصنفة كمنطقة عشوائية وتعتبر أقدم المناطق العشوائية في القاهرة وحي شبرى مؤكدا أن الصندوق وقع اتفاقية تعاون مع المحافظة لتطوير منطقة العسال واضف عشماوي في كلمته خلال تسليم المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مساكن منطقة العسال إن الصندوق اقترح تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية واعتماد أعمال التطوير للمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل المنازل المتهدمة وتطوير سوق العسال القديم لافتان لأن هناك خطة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية المهددة لحياة المواطنين على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2018 اشتركوا في القناة